السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في الحلقة هذي من سيتي سكاي لاين اخر مرة سوينا عندنا نحن شو اللي هو مطار الكارغو الشحن الحين انا بنسوي المطار المودر عندنا هني انا فكرت اللي عيبني المطار اللي عيبني المطار المودرن ف فالفكرة يعني اني اسوي مطار مسار المطارات ايربورت بلدنج اوكي المودرن هذا كبير يربع مطار كبير جدا نزيل لكن لكن مستفي امتداد الحين كيف هو يمتد والطريقة هي صعب يعني متل ما تقولون اني الحين اقعد اسويها ولكن ممكنة ممكنة لان في منها مدرن بالطريقة هاي بس انا ابو هاذ اللي فيه مترو فيه كل شي ممزين ممكن اسوي صراحة مدخلها بروحها هني ممزين وخلي الجماعة مطلين على شو بالطريقة هاذي ممكن نسوي هو وايد تركي لان تشوفون شكله بالطريقة هاي ممكن جدا شوفونه ممكن جدا لكن امتدادة يعني يخدع الواحدة شوي بحيث كيف من وين وشلون بمده شوفوا ممكن امده من هنا ممكن امده من وايد اماكن ممكن اسوي بالطريقة هاي مدرجات ممكن يعني الطريقة اللي امد فيها في وايد نقاط المدر مركبة اه بشكل تخلي شوي منصعب ان شو واحد اركبه لكن من الممكن اننا نحنا بدل ما نسوي هالشي هذا نسوي مطار هني ونسوي بعد ثاني نفس الشي كنتي راس اطالع يعني شوفوا بالطريقة هاي ونمدهم في بعض وخلي بوسطهم مدرجات لكن هل الشكل كيف راح يضبط انا ما عرف لانا الحين اذا هي طبعا المبنى مش رخيص اوكي اذا خلينا نقدر نسوي المطار بالطريقة هاي ونحطي انا اتصور هذي افضل شكل ممكن ولا هذا افضل شكل ممكن حصله ونسوي لنا هني هذي لفة داخل المطار ما اعرف كيف يطلع شكله ولكن ممكنها جدا تكون بالطريقة هذي ونسوي لنا مطار هذا مش ضخم وهذا يتعدى مرحلة الضخامة الربع بالطريقة هذي وهذا عني يكون اساس المدرجات كلها مثلا هذي يكون داخلها مدرجات ممكن انا مدلين على الكثر وهذي يكون داخلها مدرجات هني مدرجات هاي ممكن لازم اقصرها وهذي اتصور مدرجات هني وهذي مدرجات هني يعني اتصورها هذي بيشل كمية الطيارة ضخمة ترا بس مش اوكي مش اوكي مزين مش اوكي ابدا ليش لانحيا خلنا حطي المدرجات مزين لارج اه كرافت ستاند كارجو لارج مزين كيف بيركبن واحد الحين هذي شوي بالحفة الطريقة هاي الحين هذي ما بتركب زين مع ان اشوفوا الحجم واحد لان اه لارج لحفة خلى نخلى الوسطيات سمول والخارجيات اه ميديم والخارجيات لارج مزين صبر انا اخبركم هذا لارج طريقة ما ما يطعي يركب ونحطي الميديم داخل ولا سمول واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة ونحطي الميديم واحد اثنين وطبعا المطار هذا مش قابل الامتداد هذا فوق الامتداد ترى هين ثلاثة بالطريقة هاي الحين نحاول المهمة الصعبة اللي هي امداد الشارع نفسه الداخلي يعني ترى الشارع الداخلي بيكفر صعب امدادها حق شي نفسه نزين نزين خلنا ناخذ المكان ولا الشارع الداخلي طريقة هاي شوفوا هني شوي بنواجه مشاكل بس ممكن ممكن نلعبها لعبة الديب المدرج هني نخذر الامكان ونحاول ناخذ لين من هذا لكني حاولت الحين هذي المشكلة خلنا نسوي شو طريقة هاي هذا بعد وايد آآ نزين خلنا شو نسوي طريقة هاي بس انه يركب انا بس ابا يركب طريقة هاي بطريقة هاي طريقة هاي با يبين عدل قدر الامكان ما با اقعد اخر بالدنيا مزين طريقة هاي اوكي نسوي شي ممكن تي تي بعد بس مش بالضبط صراحة هاي ممكن تعديلها ممكن نكسر هذا تماما مزين ونمسك المطار نلفه شوي هالصوب بالطريقة هاي ونعدل هذا المدرج زين لازم شوي تعديلات جوهرية مرة تيمتبني شي يديد بالطريقة هاي يركب وبعدين نروح للمطار نفسه لحبه طريقة هاي ايوه هذا حق اول دربة هذا حق اول شارع نزين الحين الشارع الثاني شو نسوي فيه النيبه من هنا نبه نخليه مر بالطريقة هاي طريقة هادي بالطريقة بالطريقة هادي الشارع يمر ممكن شوي نسحبه على اساس يتم سيده طريقة هاي من زين الحين الشارع الداخلي هذا اللي الحين ما عرف شو وضعه هذا ما راح يضبط الحين هذا راح يسوينا مشاكل ليش لانه ضيق ويد اه والله ما توقع تياخذ هالكثر مساحة المشكلة اللي حين في الدخلة بس نزين اذا موضوع الدخلة نحلها سوي بالطريقة هاي ونسوي طلع بالطريقة هاي ايوه ايوه نعكس الشارع هذا يا السلام ضبط هذا بعد ممكن يطلع من هنا وهذا ممكن يدخل من هنا على اساس يكون داع الكامل وهذا ممكن يختصر طريق وهذا ممكن يختصر طريق ما لا داعي مرك هذا ممكن يختصر الطريق عليه بالطريقة هاي سوي سيده شوي بالطريقة هاي هذا بعدين بيتوصل في وين في المدرجة الطويل مونا قلت لكم بتكون شغلانة خطيرة جدا بالطريقة هاي وهذا المدرجة يدخل في هذا حاليا حاليا بيكون في مدرجات غير وبيكون فيه اشياء ثانية بنشتغل على هالمشروع على غلب على دفعاتي يعني مش على دفع وحدة بيكون شوي شكله منطقي فيما بعد منزل هذا الصوت بيكون فيه مشروع ثاني الحين المطار نفسه شو يشل يشل ابراج مراقبة صح؟ الحين ابراج المراقبة ممكن نحطيها في زوايا هامشية عندنا مثلا نفس هاي الزاوية وهاي الزاوية هلا ماكن فل طبعا كلها ممكن هذي الزاوية الناس قال طالب عندنا المودرن هب هذا اللي حطيناه انا شو حطيت هاي حطيت مودرن ولا انا ما حطيت المودرن صح؟ مودرن لارج تيرمينال اللي هو زين الحين نشوف الاشياء الثانية مثلا عندنا طي المطار لازم يشل الاشياء الثاني ايرلاين لونش ايرلاين لونش مفروض يركب فيهم كلهم صح واحد ثنينة واحد واحد نبا ناسي شوية مرفهة تقعد على المطار مش بطران هذا المطار فوق البطران هذا اصلا نسوي بالطريقة هاي ونقدر نفتح المواصلات نروح للمترو ونمد خط مترو من من مترو هذا ولا اه اه اترين حاطه نقول شو سالفه من هذا المترو من زين الى هذا القطار وهذا يكون لوب بحد ذاته شوفوا رايح راد اياي هني مترو داخل المطار هاي نزيل ميح حالكم؟ ننزل الشوارع الشوارع بباص اكيد امية بالامية الشوارع الباص لان هنا اكيد امية بالامية راح يا تمر باصات هنا بالطريقة هاي وبالطريقة هاي وبالطريقة هاي بالطريقة هاي طبعا الافضل ما يكون بالطريقة هاي لكن حاليا ما فيها حاليا حاليا ممكن انمر الشارع من عند شارع يطلع شكل حلو هذا الشارع يكون من هني اياي طريقة هاي من زين والشارع يخطف من يدام هذه العمارة من زين خلنا نهدم هذا الشارع بالطريقة هاي وهذا الشارع يه من هني التحم مع هذا الشارع شوفونا هذا الشارع الاول يهي نسيدة من هذا المكان اللي شبهة دور هذا من زين الشارع الثاني من وين مكنينا من نفس المنطقة عادي يعني هذا اوكي مكانه خلنا نشله بنحطي لنا بناخذ راحتنا شوي الحين انها ذاك شو والله ما قاعد تضبط معي هالشارع بشكل اوكي الصراحة هذا بعد ممكن من مكان ثاني دايركت من خارج المدينة اذا تسحبه دايركت وننزله بس ما يستوي لازم بعد خط داخلي صح اذا ما في خط داخلي مو بشي لازم يكون في خط داخلي لازم من داخل المكان هذا فهذا خلى براية اوكي تي اوكي تي جيد بطريقة هاي وهذا نقدر ننزله على هذا الشارع وهذا نقدر نخليه يروح جنب سكة القطار بطريقة هاي مزين بسجل نزول دهبه داشفوق دخلنا نسجل دخول على هذا الشارع وهذا هي بالطريقة هاي بس هذا ممكن نسحب بعدها شوفو فهذا ذا شارعين يعني وهذا ممكن نعتبر دور اذا تنبيتول اعتبر دور زين اي واعتبر دور ممتاز هذا بيخدم خدم المكان خدمة عالمية وموصول في وايد اماكن طبعا تشوفو الكارغو موين يروح موين يرد لا يكون الطير من الهني الهني بعد وافضي حتى لا تقول بينزل في نفس المطار لا هذا ينبرع طيارات ننزل الحين يبالنا بعد مثل ما تقولون يعني مساري ثانية ولا شوارع ثانية حق الطيارات اللي موجودة عندنا على اساس شو نسوي نطير الطيارات هاي وين سار هذا هذا كان على اساس نطير الطيارات مسار طويل طيارات العودة مسار بعد ثاني طويل طيارات العودة الحين هاي اللي بيكون بينهم خدمات واشياء عرفتوا هالاشياء يكون دائما بينها خدمات واشياء وبعض الامور طريقة هذي والطريقة هذي وهذا بالطريقة هذي وهذا بالطريقة هذي لين نتوصل لحظة هذا خلحني خلنا نشل هذا ووصل هذا في شو هذا سيدة نشل هذا الحين نقدر نوصله مثلا في هذا ما عندي مشكلة واجلب الشارع بالعكس وممكن اذا كان يحق الكارغو بدل ما يروح بعيد ينزل سيدة في الدوار هني ونسوي اختصار ثاني اهني وهني اذا بغى يرجع من مكان ولا اهني احسن ايوه اهني افضل فبالتالي الطيارة تقدر تغير رايها في لحظة ما عرفتوا الحين الصوب الثاني طيارة غيرت رايها مثلا سلوب هذي مشكلة ثانية فممكن تسويها مهني ولا ممكن سوي هنا اشياء ثانية لا خلها فاضية خلها فاضية حاليا خلها فاضية منزيل بالطريقة هاي بنكون شو سوينا سوينا مسراء ولا اربع مهابط للطائرات لاننا عنا وايط طائرات ترى عفكرة يعني الحين ترى ما يبين لكن الاتراكتفنس وايد عالي الاتراكتفنس وايد عالي يخلي اليرلاين يرفع سعره اوبا وردي هم يرفعون نشوف الاتراكتفنس قاعد يرتفع لكن نحن الاحين ما بدينا مطار ذاك بيت كنسل صح فبيكون عنا في مباني هني الحين مش موجودة بتكون بعدين نقدر نحطيها ترى هذا موضوع ثاني بعد ترى ايربورت ترين ستيشن نحتاج ترين ستيشن حق الايربورت وعندنا مكان جاهز بالطريقة هذي هذا شو المتر ولو ما نبه في عنا متر ما في الكفاية بنمدى من المدينة نزل الحين بالنسبة لل المتر هذا شو بنسي لازم نروح الترين سأني بالخط الواحد ورد نطلع لخط شو يديد ليش على اساس يحصل يوتير يعني هذا الحين بيدخل وين اهني ومن هذا بندخل وين اهني صار عنا خطار دايركت دايركت لظهر المطار اهني ويروح المترو بيكون في مترو هني هني بعدا من شبكة في المدينة الاساسية طبعا لكن بشكل اساسي هذا المكان راح يكون المكان اللي عايشين فيه الناس المكان هذا مصمم على اساس الحديقة هاي شوفونا نزيل شو سالفة الحديقة هاي المكان راح ينقسم الى ثلاث اقسام تقريبا قسم ها كل راح يكون نفس الحديقة وهالقسم حديقة بخبركم شو السالفة هذي اسهل مدينة في العالم يمكن انا حطيتها في الوسط هنقدر حتى الخدمات في الوسط شركات بالطريقة هاي فهني محلات بخلي المطقة الوسطة فاضي الصبر وهذي بيوت الحين هذا بيكون فيها هني شبكة مواصلات والشياء البيوت ببوصلها هذي مدينة رقم ثلاثة ترى كترة نزين بس على اساس التسع لكم عالم الناس هاي دنسيتي سكول هاي دنسيتي هاي سكول اذا تركب مكانا ما ممكن نركبها هنين نكسرها هاي في الوسط نزين نحط فيها هاي دنسيتي هاي سكول بيركب عندها مطافي هاي دنسيتي بنحطي شرطة عادية شرطة ما احسن نعمل عاري اصرا نزين وبنحطي فيها عقب اللي هي عيادة حاليا مؤقتا وبعدين بنحطي باقي الخدمات هيرسس واشياء ثانية لان المدخول شوي قاعد ينزل عن المستوى الطبيعي ف يعرفته معنا شوفوا كم قاعد يخلصنا عليه لكن فيه تكاليف المطار الثاني شو راح يشتوي فيه المطار الثاني راح ينمسح عن الوجود خلاص هالمطار راح ينشل والمكان هذا اولى بمشاريع اخرى غير المطار نسويها مسح كامل مسح وهالمكان بكبر كمطار انا بلغي وبسوي منه شيء ثاني غير المطار طبعا انا بمسح كل شيء بعدين لكن الفكرة انتو الحين بفهمت قصيها كامل بيمسح كامل هذا راح يكون out of service بالنسبة لي انا برد بمسح وهالمنطقة بنستفيد منها استفادة في اشياء ثانية خلى براية الحين بس انا بغيت الغي المطار كمطار ليش لانه بيستوي عندي اشياء ثانية نفس هذا ارم احاول الى المطار هذا هذا عند المطار ولكن ممكن ان اذا يركب هني اقدر اركب بس مو ادري هذا هني هذا للمطار شوفونا وفي اشياء ثانية طبعا خلوا هذا يولي براية في اشياء ثانية هذي بعد من المطار ايربورت هوتل احنا انشار لقاسات انا زين انا قاسات شوي انا سويت ها من مخي ايربورت ايريا زين انا شو الالي عندي هني هذا ايربورت ايريا كل زين اذا تي سالفة انا بمسح حتى الفنادق الصغيرة هاي بمسح من هني زين ببدأ حطي فنادق يدي هذا يحتاج شرطة الحين هني الخدمات غير نمونة يعني الخدمات لازم تكون رقم واحد يعني الشوارع اول شي هني بالطريقة هاي في ناس قالت خليل انت في حياتكم شفتوا مطار من غير مليون بارك كل مطار تروحون في عشرين الف مليون بارك لازم منطقة كام لمن عند المطار بس الغلطة كانت انا حطيت جدام بارك الحين الفكرة ان المطار يوفر لك خدمة بارك بس مدفوعة في العادة تكون ما تكون بلاش حلو فالحين شو بنسوي نحن احطي منطقة هني بالطريقة هاي هاي تكون سيرفس المطار ولا سيرفس البارك ما للمطار لانا لازم كل المطار يكون فيها شو اصلا منطقة باركنات مطار هاي تبدأ بشكل يعني اساسي مستحيل يعني تسافروا مكان وشيء فما لداعي بس بارك نزيل ويمكن شوي انا بالغ بس يعني الفكرة يعني نزيل بنحطي مباني الحين معظم المطارات تروح عندها مباني ضخمة ضخمة جدا حق شو حق الباركن ما حد يسوي يعني باركنات هاي باركن جم باركن الا قليل شوية جدا في ويه المطار بس الباقي لا الباقي كلتي تعرفون عماير خلنا اسكر هذي بطريقة ما تلعوزني بسوي ها بالطريقة هاي وما بحطيش اسمها ما بوصلها ابدا يمكن اوصلها هني بالطريقة هاي يمكن بالطريقة هادي ونبقى جنبه شو سيكوريتي طبعا سيكوريتي هذا ممتاز جدا شكله سيكوريتي عند الباركن ستوقف مترك ونت متطمن شرطة يعني موجودين ها طبعا هني شو راح يكون فيه هني طبعا اذا بنحطي هل حلي ما بنحط شي خلى هذا المطار وفي المطار يكون مقابل هذا عند المطار الحين هذا ويه المطار ترى هني يا جماعة هذا واجهت المطار لازم يكون فيه اشياء وايدة بس هني نحن ما بسي باركن طبعا باركن راح تكون على الاغلب هذه لحظة خلنا تسوي شارع سيدة نوقف بطريقة هاي بطريقة هاي صعبة تتوصل واحسن لي ما وصل هنزين الحين بتروح المطار اباك تركز وانت طالع من المطار اي مطار في الدنيا هذا المنظر بتشوفه بكثرة كمية باركن هذا ضخمة فبليز بليز بليز لا تحشروا منزين هذا طبيعي في واجهة اي مطار هذا هذا اللي تشوفون هالمنظر هذا طبيعي جدا ليش ناس مسافرة وهذا يضربوا علي وايد فلوس تعرفون اللي وقف هني كم يدفع وايد وايد يدفع فهذه المنطقة المخصصة اوكي مخصصة مخصصة لمنو المطار طبعا هذا اذا حصلنا شبكة شوي بعد ممكن نشل هذا الفلتر ونشيل لين اخر شي ما عرف وين كان طبعا بعد المطار ما لم يبالا لين يخلص يعني يا جماعة مزين نسوي بالطريقة هاي نسوي بالطريقة لا مش بالطريقة هاي نشل المو بالتول ونقدر اسحبه بالطريقة هاي وهني بنحطي بعد سكيروتي سنتر بالطريقة هاي هاي لازم هذا يرقب الاوضاع نزل طبعا هني بيكون عندنا ولا هذا ولا هذا ولا البنفسجي هذا والواحد الخطير هذا طريقة هاي طريقة هاي وهني وهني ما اعرف المفروض اغطي الشبك بس ما احس في مجال مزين مركز الشرطة لازم يكون عنا مركز مطافي طبعا عنا مراكز نحنا وايد يعني هنا عن الهلكبتر والاشياء بس لابد من هذي السوال بتكون موجودة طبعا المكان بيكون فيه نوع من نوع السياحة بيكون فيه كمية حدائق ولكن غير كمية الحدائق هاي يعني فيه كمية اشياء ثانية ما تحبونها واحد اثنين نحطي لنا مركز الشرطة هاي كاباسيتي ما قدرت تخش خش مكان ما عندي تغطية الشرطة عالية اكثر من لازم اذا نقص نقدر ازيد نزيد نزيد احني ما يشوف المنطقة هاي شو قلت انا بسويها شو شكلها فشوف شكل المنطقة مختلفة عن باقي المطال مناطق فعليا فيها خدمات اساسية والناس تتعلم وتسوي الاخر الاخر وفر الموظفين نزيد في منطقة المطار اذا تروحون منطقة المطار هاي نزيد نبا مستشفى نزيد المستشفى هذا علامة عفوا نزيد نبا مستشفى يعني مش هذا لا نبا مستشفى شي في زاوية مو با هني لا هني انا عندي بلان حق شي ثاني مستشفى ممكن هني يكون عند الشارع عسى بسولهم ازعاج زين ونشل الشوارع حق المستشفى ما اقدر امد هم حاطين بس مش كلهم اروم امد منهم ما افهم ليش يعني شو السر يعني بس الفكرة مشكل مماشية انا اقدر اسحب منها خط حاليا هل هو بق هل هو شو ما عرف صراحة بس مفروض انه شغل وهذا مستشفى واللي يبي يتمشى خليه يتمشى بالطريقة هاي خلاص ما برك متحت انسى ووق ثاني منه نيه ووق ثاني منه نيه ووق ثاني من هني هذي منطقة المستشفى هو لا ما بحطي بركنات غلطانين هنزين وبنحطي جدامهم شو بارت تاور حيذا كان قياسة اميزنغ حق هالأماكن وممكن نحطي هالتنين دائما يركبون عند بعض كترفيه ما بين المستشفى وبعض الأماكن مكان حلو مستشفى واتيبون صغرية وبعض الامور هاي ندخل منطقة المطار نفسها ندق على المباني وين المباني هذي المباني نقدر نحطي شريهة الفندق فخم نحطي الفندق بالطريقة هذي ندخل الحديقة نسوي واحد نسوي الثنين جانب الفندق هذا يا قياسة حلو زين تم بالفندق هذا في حديقة صغيرة بعد ممكن نحطيها ملعب أو حديقة أو شي ناسب القياس أسوق لا أسوق ما ناسب القياس الحدائق خايف العادة تناسب قياس أكثر المكعبات اللي نسويها بشكل حلوي يعني جيد صراحة مش دايما بس مرات تضبط معنا مرات مثلا هو له أقايس لا يضبط أكيد بس أنا ما قاعد أقايس حق وايد حق هاي الأمور صراحة ممكن نحطي هذا شو كان هورس رايدن لا تروبي قاردن ممكن حطي تروبي قاردن تراحل تروبي قاردن آآ لا نسير عند الشيار مالنا وندور شيار الأحمر خلنا نكسر لونه طريقة هاي طريقة هاي نحطي حول شيار لين هني طريقة هاي خلي شوي خضرار هذا جنب اللاكشري هتل غير اللاكشري هتل في الوسط شو بيكون الناس تبتسكن في فنادق أرخص طبعا يعني الفنادق الأرخص لازم تكون هي الاكثر بجت آآ ايربورت هوتل هذي يمكن يكون شوي أبعد بس على آآ عند الميوزيوم ولا كيف يبيعون الفنادق الأرخص ممكن يكون في الوسط أو حتى ما أدري أحطيهم عند الباركنجز هني ما أعرف شراحة ممكن أحطي فندق فندقين ممكن أحطي هني فندق فندق الثالث ما يستوي طبيعيا لا ما يفع بعد نحطي فندق هني وفندق هني وفندق يعني بس أحس هاي الأحلى جنب بعض مش عند بعض فخلنا نسوي شي متوازي فندق هني فندق هني فندق هني أركب بليز أيوة أقرب للباركنجز أوكي ونحطي فندق نت انا وصلت مرحلة مو عندي فيها فلوس لا مش ممكن أظن أخذنا وايد وقت ويبالي أكمل هذا فالحلقة الياية ان شاء الله صراحتا مش في هذه الحلقة السكريتي هذا بنبدأ نحطي الفنس طبعا فنس بيكون شي بسيط جدا بنروح لمنطقة المطار وبندور اللي هو الشبك وبنقعد نشبك المكان بس هذا إذا أنا لحين سويت مش بتطفشون أبو الطفش ليش لأن بس بيمسك شبك وبقعد أدور حول المبنى يعني شوفوا هذا أنا في كل حول ما راح بنشي هني جنب المطار سوي هاي الحركات يعني بالطريقة هاي شوية دعنا نحاوط المطار كامل يعني بالطريقة هاي نحدد منطقة المطار بالطريقة هذي وممكن حتى إذا باختصر الموضوع بزيادة يعني والطريقة هاي نشبك ونقعد نشبك يعني حبة 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 وهاي يشبك وين جنب المطار ونقدر نكمل على هذا الموال حول المطار كامل ونشبك بشكل كامل بتشوفوا موضوع سيكيرتي عندنا يخف ويد يعني أو شبه العدم على طول هذا لازم المطار لازم يكون حول الشبك حتى بغض النظر هنا بيكون في مجموعة حدايا كوي في اشياء بنعب بهم بنكمل المطار على غير في الفيديو القادم نشوفكم على خير مشكور على متعبت الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته